اشتركوا في القناة ويرتبط امتداده الغذائي ارتباطاً وثيقاً بالجليد البحري هذا الدب الأبيض اللون المعروف شعبياً بأنه أخطر وحش في القطب الشمالي والذي يمكنه حتى هزيمة أسد إفريقي إنه النوع الأكبر من الدبابة تقريباً باستثناء الدبابة البنية كودياك الموجودة في ألاسكا والتي يمكن أن تصل إلى أحجام مماثلة دعونا نتعرف أكثر على ملك الجليد وصراعه مع البقاء أولاً تطور الدب القطبي تطورت عائلة الدب القطبي على مدى ملايين السنين وأقدم أحفورة معروفة للدب القطبي هو عظم فك عمره 130 إلى 110 أعوام تم العثور عليه في عام 2004 وهذا يشير إلى أن الدب القطبي قد تباعد عن مجموعة من الدبابة البنية خلال فترة العصر الجليدي عندما كانت سيبيريا مغطاة بالأنهار الجليدية ويعتقد أن هذه العزلة أدت إلى تغيرات في درس الدبابة القطبية منذ ما بين 10 ألاف و20 ألف عام مما ميزه عن أسلافه من الدبابة البنية ويشير تحليل الحمض النووي إلى أن الدب القطبي تباعد عن الدبابة البنية منذ حوال 150 ألف عام ثانياً من حيث الشكل والحجم الدب القطبي البالغ حيوان يبلغ طوله أكثر من 6 أقدام ويزن حوالي نصف طن والدب القطبي تكيف جيداً مع حياته القاسية على الجليد بفضل فرائه السميك والكثيف فهو يحبس الدفء من الشمس وينقلها مباشرة إلى بشرته السوداء ثم تمتص الحرارة وهو حيوان له جسم قوي وعضلي ومخالب أمامية عريضة تساعد عند التجديف في الماء وفراء في أسفل قدمه لا يساعد فقط على بقائه دافئاً بل يمنح الدب القطبي أيضاً قبضة إضافية عند الحركة حول الجليد والديه عنق طويل جداً مقارنة بأنواع الدببة الأخرى والتي تمكن رأسه من البقاء فوق الماء عند السباحة يبلغ وزن أكبر دب قطبي تم تسجيله على الإطلاق حوالي 1200 كيلوغرام وكان يبلغ ارتفاعه أكثر من 11 قدماً على أرجله المرتفعة واكتشف في آلاسكا في عام 1960 ثالثاً موطنه يتواجد هذا الوحش على السواحل الجليدية التي تحيط بالقطب الشمالي وفي أقصى الجنوب مثل خليج هيتسون ويمكن العثور على حوالي 60% من الدببة القطبية في شمال كندا مع توزيع الأفراد المتبقين في جميع أنحاء غرينلاند وألاسكا وروسيا حيث تميل إلى أن تكون قريبة نسبياً من المحيط ويجوب الدب القطبي مسافات شاسعة عبر حقول الجليد وانخفضت أعداد الدب القطبي بشكل كبير في جميع أنحاء مداهي الطبيعي رابعاً نمط حياته والافتراس الدب القطبي أكبر حيوان ثدي آكل للحوم على الأرض ويجب أن يصطاد بانتظام للتأكد من أنه يتغذى جيداً محافظاً على طبقة الدهون العازلة لإبقائه دافئاً يمكنه الركض بسرعات تصل إلى 25 ميلاً في الساعة إضافة لقدرته الكبيرة على السباحة بسرعة 6 أميال في الساعة والتي تجعله حيواناً مفترساً مخيفاً في بيئته ويمكن لهذه الثديات شبه المائية أن تصطاد على الجليد وفي الماء ومن المعروف أنه يسبح لمسافات شاسعة عبر المحيط المفتوح بحثاً عن الطعام ويستطيع الغوص تحت الماء للقبض على فرائسه وهو ما يفعله عن طريق إبقاء عيونه مفتوحة وحبس أنفاسه لمدة تصل إلى دقيقتين على الرغم من أن الفقمات هي المصدر الأساسي للغذاء إلا أن الدب القطبي يأكل أيضاً الطيور والتوت والأسماك والرنة خاصة خلال أشهر الصيف الصعبة وعلى الأرض يميل إلى الصيد باستخدام طريقتين رئيسيتين إما أن يطارد فرائسه أو أن يجلس منتظراً بجوار فتحة التنفس لمدة تصل إلى عدة ساعات قبل نصب كمين للفقمة عند ظهورها ويعد تناول الفقمات أمراً حيوياً لبقاء الدب القطبي على قيد الحياة حيث يمكنها تزويده بوجبة غنية بالطاقة ولكن خلال فصل الصيف في القطب الشمالي القصير يضطر الدب القطبي إلى الاتجاه نحو الشمال حيث يتراجع الجليد ويتعين عليه أن يتغذى على الحيوانات الأخرى في الداخل خامساً مخاطر الدب القطبي نظراً لحقيقة أن الدب القطبي هو سيد الجليد فلا توجد حيوانات تفترسه في بيئته المحيطة ويميل إلى أن يواجه أكبر قدر من المشاكل مع الدببة القطبية الأخرى وسوف تحمي الإناث أشبالها بشدة من الذكور الذين قد يحاولون إيذاءهم ويشكل البشر إلى حد بعيد أكبر تهديد لأعداد الدب القطبي المتناقصة حيث قاموا بمطردته بجشاع منذ وصوله إلى المحيط المتجمد الشمالي في القرن السابع عشر حتى منتصف السبعينيات عندما تم حظر الصيد الدولي كما أن الدب القطبي يمتلك معدل تكاثر بطيء نسبياً مما يعني أن أعداده لا تتقلص بسرعة فحسب بل أنه لا ينمو بسرعة الكافية للحفاظ على نفسه ويقول بعض الخبراء إن الدب القطبي قد ينقرض من البرية في السنوات الثلاثين القادمة شكراً لكم لحسن المشاهدة ونلتقي بكم في حلقة جديدة إلى اللقاء